السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو الجديد اليوم اللي سنشوفو فيه مع بدياتنا طريقة عمل الدرس ديال الوردة بالراندغ طبيعة الحال المهم كيف ما كتشوفو معايا اول حاجة ناخدو خيط حرير مبروم على ثلاثة ديال الشعرات المهم انا كنفضل ثلاثة ديال الشعرات الطبيعة الحال الابرة ديال الراندغ الرقم ديالها خمسة المهم الآن نديروا جوج ديال الغرزات وغادر رجعوا ما بين هاد جوجة الغرزات تلويو ثلاثة ديال اللويات ثلاثة وممكن تديروا ربعة إلا بغيتوا يعني تديروا ربعة تلويات تقدروا أنكم تديروهم مش إشكال لاحظوا معايا مزيان ده بدرنا الدرس ديال الواحد غادر رجع ما بين هادوك جوجة الغرزات اللي درتهم في التوب رجع في الوسط ديالهم وغادر نحاول أنا ننجر هاد الخيط هادا باش بطبيعة الحال تعطيني الدرس ديال الواحد كين عندي وحد الفيديو كن شرحت فيه غير هاد الدرس هادا ديال الواحد بوحده يعني عطيناه الوقت الكافي دياله بطبيعة الحال بالنسبة للسيدات المبتديئات كيف ما كتلاحظوا معايا الخيط تيكون في هاد الاتجاه باش نقدر أنا ندير وحد الغرزة فوق التوب باش نستعمل هاد النوع ديال العقيق هاد العقيق هاد ديال الخيط كنت وريتو لكم في القناة ديال الكروشي كنت خدمت بهاد النوع هاد بالضبط ديال العقيق المهم الرابط ديال القناة ديال الكروشي راه اسفل الفيديو بالنسبة للسيدات اللي مهتمين بعالم الكروشي بطبيعة الحال والكروشي حاليا راه ولا منافس للراندق لان اغلبية الموضيلات اللي تنخدموهم بالراندق يتخدموه حتى بالكروشي ولا منافس قوي جدا للراندق المهم كيف ما كتلاحظوا معايا درناق الدرس ديال الواحد والان غاد نحاول ما غادش نكمل هادك الدرس غاد نرجع في هادك الدرس اللي كنت درتو ترجع فيه باش ندير واحد نصف دائرة هاد النصف دائرة مهم بزاف مهم هنحاول انا نزير واحد شوية الخيطة وفي نفس الوقت نخلي هادك النصف دائرة وغاد نرجع ما بين هادك جوشة الغرزات اللي احنا درناهم ديال الدرس ديال الواحد فتنحاول انا نتبط الخيط مرة اخرى لاحظوا معايا مزيان دا باولا عندي الخيط مضوبل هادك النصف دائرة ضوبلتها درتو على جوشة المرات باش تجي نوعا ما صلبة ونقدر انا نخدم فيها لاحظوا معايا الان غاد ندير الحبكة على هاد النصف دائرة دائما الخيط سيكون في الاتجاه العلوي يعني ترجع الخيط الفوق ونحاول ندخل اسفل هادك الجوج ديال الخيوطة اللي قدرناهم ديال النصف دائرة مو هاد درس هاده رائع جدا وتيجي زوين وشكل ديال وديال وريده هادشي على سميته الدرس ديال الوردة كنتمنى انه قاد درس هاده ينال اعجاب ديالكم فكيف ما كتلاحظوا معايا غدي نحاول انا ننعمر هاد النصف دائرة بهاد شكل هاده ساهل غير كتديري الحبكة حتى تكملي يعني هنا يا طبيعي الحال غتخدمي عينك ميزانك يعني ما كينش وحد العدد محدد لاحظوا معايا فهنا في النهاية كنحاول ندخل في الوسط دير هادك الدرس ديال الواحد غير باش نقدر نوصل التوب بسهولة يعني ده بغا ندير غرزة الغرزة بطبيعة الحال كتكون عكس الحبكة فاتنحاول ندير هاد الغرزة هاده على التوب فوق التوب والآن غدي نرجع نعمر هاد الحبكة هاد الحبكة هاده اللي درتهاه على النصف دائرة فغدي نرجع هنا في هاد الفراغ الاول ولا في هاد الحبكة اللولة هدي غرزة لاحظوا معايا الاتجاه ديال الخيط حيث هنا فهاد الغرزة هاده غدي نحاول ان نرجع الخيط التحت واللوي الخيط لاحظوا معايا واحد اثنان تلاتة ثلاث لفات على الابرة ولا ثلاثة اللويات على الابرة فكيف ما كتلاحظوا معايا غدي نحاول ان انا نرجع في الوسط ديال هاده الدريس هاده وبطبيعة الحال غدي نديروا الدرس ديال الواحد وغدي نمشي فوق هاد الحبكة هاده وغندير غرزة عادية الآن نرجع الخيط الاسفل ونحاول ندخل في هاد الغرزة واللوي الخيط ثلاثة ديال المرات وغدي نجرب بطبيعة الحال هنا كتحاولوا انكم تزيروا ليدكم باش يجيكم هادك الدرس واقف يعني يجي شاد فراسو كيف ما كتلاحظوا معايا وكررجع دائما في الوسط ديال هاده الغرزة وتنديروا هاد الشكل والآن غدي نرجع فوق هادك الحبكة اللي درناها على النصف دائرة وغدي نديروا هاد الغريزة ديالنا الآن نرجع الخيط الاسفل وندخل في هاد الغرزة هاده واحد جوج ثلاثة ديال الدورات ولا ثلاثة اللفات ولا ثلاثة المهم ليعجبكم كيف ما كتلاحظوا معايا كنحاول انا نرجع في هاد الغرزة ديالي وندير الدرس ديالي الواحد هنا بطبيعة الحال غدي نستمروا بنفس الطريقة دائما تنرجعوا لهاد الحبكة وتنخدموا فوق منها هاد الغريز هذا المهم ليبغادش دريز خفيف دريف تقدر تخليه بحال هاكا يعني غر هادك الحبكة وتدير فوق منها الدرس ولكن انا ماشي هاده هو الهدف ديالي الهدف ديالي وانني نوصل للواحد شكل اللي غدي يعطيني وريدة يعني تبان بحالة راها وردخ مهم كيف ما شفتوا معايا في الصورة في البداية ديال الفيديو هنا غنكملوا بطبيعة الحال ثلاثة ديال الدورات على هاد البراق وتنهبط هاد المجموعة هادي ونحاول بطبيعة الحال نكمل فواخيرا وصلنا الى النهاية تنحاولوا في الاخر ان احنا ندخلوا في هادك الدرس ديال الواحد اللي كنا درناه للتوب باش نختموا هاد الدريس هادا كما قديكم تقدروا تخليوا بحال هاكا يعني بلا ما تزيدوا فيه شي حاجة تقدروا يعني اللي بغات شي حاجة خفيفة دريفة بحال مثلا تديروا الحبكة هي اللي ولو تديروا فوق منها هاد الدرس ممكن المهم دابا هاد هي اهم حاجة تنحاول ان انا نرجع في هاد الدرس ديال الواحد كامل لاحظوا معاية نديروا غرزة وغاد نمشي للدرس التاني وندير فيه كذلك غرزة هنا ما تزيروش ليدكم خليوا الخيط هي اخد المسافة ديالو لي اخد الراحة ديالو حيث من بعد غتحتاجوا هاد المسافة هادي انها تكون مرتاحة هنا لاحظوا معاية مزيان غاد نرجع في الدرس اللي منموا راه وندير غرزة وغاد نرجع كذلك باش ندير غرزة واحد اخرى هنا حتى كنكملوا كل درس كنكملوا بوحده وعاد نمشي وما كننديروش هذيك الخدمة ديال تبقى يعني غاد حتى الاخر وتعاودي لاحظوا معاية في النهاية تنخدموا فوق التوب ما تخليوش مسافة كبيرة يعني عادي بحلها غاد يتتدير غرزة احدا غرزة هنا لاحظوا معاية جيدا شنو غاد ندير ديالبا هادي اهم اهم حاجة في هاد الخدمة كاملة غاد نرجع اسفل هادك الخيط اللي كندرتو ما بين الدرسة والتوب وتندير غرزة لاحظوا معاية ودابا غاد نرجع الخيط الاسفل باش ندير فيه حبكة المهم اغلبية رات يعرفوا هاد الخدمة هادي ديال درسة غرزة في حبكة يعني تتديري الغرزة وتتديري فوق منها الحبكة لاحظوا معاية مزيان تنحاول انا ندى بدرت الغرزة ديالي وغاد ارجع نحبك فيها يعني كتحبكي فيها هنا تتديري غرجوش فقط انا وبكل صدق انا كندرت ثلاثة ولكن قطعتها في المونتاج لماذا قطعتها حيث في اللخر جاتني بنت ليا كبيرة بزاف المهم في بداية العمل وفي نهاية العمل حتى في نهاية العمل غاد نقطع ذلك المقطع في بداية العمل وفي نهاية العمل ديرو غرجوج وفي الوسطة غاد اختلف الامر لاحظوا معاية دابة غاد ندير الحبكة هادي اللولة رقم واحد وغاد نحاول نرجع في نفس المكان وفي نفس الفراغة وتندير الغرزة ديالي وندخل يعني نحاول انا ندير فيها الحبكة هنا جوج عندي اثنان وغاد نحاول ندخل في نفس الفراغ بطبيعة الحال احنا بقى نخدامين في نفس الفراغ وتديري الغرزة وتعود تراجعي فيها بالحبكة هنا جوج عندي تلاتة تلاتة ديال الحبكات دابة غادي نجي في هادك الدرس في هاد درس ديال الواحد اللي كنا نخدمناه سابقا وتنحاول نديروا هاد الغرزة ونزير ليدي هنا تزيروا ليدكم مزيان علاش باش تعطيكم هادك الشكل ديال الوردة كيفاش غادي نتقدروا توصلوا لهاد الشكل ديال الوردة بها الطريقة هادي كما قلت لكم ما تنسوش في بداية العمل وفي نهاية العمل ديروا غير جوج حبكات كافيين يعني فقط جوج ديال الحبكات انا هنا راني قطعتهم من المونتاج باش ما نخليكم اشتغلطوا ومن بعد ديروا هادوك ثلاثة 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 حتى توصلوا الاخر ديروا جوج في الفراغ الاخير ديروا جوج فقط يعني غادي يكونوا كافيين وان كل واحدة تختمها وتجربها وتشوفوا كيفاش غادي تخرج وكيفاش غادي تخرج وكيفاش غادي تجيها جوج وكيفاش غادي تجيها تلاتة واللي عجبكم طبيعة الحال ديروا موما نقد لكم النصائح ديالي كيف ما كتلاحظوا معايا داب عندي هاد الحبكة التالتة رقم ثلاثة دائما هنا كنديروه ثلاثة ديال الحبكات دابا بطبيعة الحال غادي رجع في الدرس ديالي ديال الواحد وتندير فيه غرزة فتتزيري ليدك مزيان حاولي تزيريها مزيان باش تعتك هادك هادك شكيل ديال القوس والشكيل ديال الوردة كيف ما كتلاحظوا معايا هنالي ركزتوا ركزتوا وحد شوية غادي بان لكم بالليل بديه فيها ثلاثة ديال الحبكات وجات كبيرة جات كبر من البلاسة هاتش يعلي شانا قد لكم ديروا غير جوج وفالاخر ديروا جوج الموهيم هادا وشكيل ديال هتيجي رائع والان دا بغادي نشوفوا كيفاش نديروا وحدة جديدة لاحظوا معايا عندي جوج ديال الدربات في التوب وهادي هي الدربة التالتة وهادي هي الدربة الرابعة وللغرزة الرابعة الان في هاد الرابعة هادي تنحاول ان انا ندير الدرس ديال الواحد يعني غاديلو الخيط ثلاثة المرات او ربعا ديال المرات على البرا وندخل في الوسط ديال هاد الدرس موهيم هنا سرعت قليلا الفيديو حيث هادشي درناه في الدرس اللول فلاحظوا معايدة بدرنا دريبه في التوب وغادي نبدلو البرا بطبيعة الحال ونركبوها بلقيقة لا تقدروا تخدموا بهاديك البراية مرقيقاش بزاف يعني الدرجة انك لا تخدميش بها ولكن انا ممكن فضل ما نخدمش بها حتى بسهولة كالتهررس البرا ديال الرا عندك تكون نوعا ما غلايدة فكتصبر شوية لعسخ شوف حال اخرى موهيم ده بدرنا كذلك الدرس ديال واحد وتنرجعوا في الدرس الاول هناك واحد ملاحظة اللي بغا تدير هاد الدرس هاد تديره فوق الحبكة يعني مثلا هي بغا تدير هاد الدرس ديالها يجي الحجم دياله كبار من هاد الحجم هاد اللي درت انا تقدري تديري اسميتها الحبكة العادية تديري عجوجت المرات ولا ثلاثة المرات ولا اربعة لعجبك و تديري فوق من هاد الدرس عادي جدا وتعطيو هاد منظر رائع جدا مهم شكرا على المتابعة و شكرا على الدعم ديالكم متنسوش دعمونا بالضغط على زر الاعجاب و شكرا على المشاهدة